السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان. هنحل مع بعض النهاردة اسئلة كونسيبت تو بوينت تو. هنذكر مع بعض لسنزوان انتو. يلا نبدأ مع بعض لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. يلا ما بعد نبدأ. بيقول هنا اني متر هاز سيرمول انرجي بيكاز. ليه عندنا بيقول لك اي مادة بيكون لها طاقة حرارية هقول بيكاز اتس مالكلوز اويز موف. يعني اني عندنا الجزيئات دايما بتتحرك. فبالتالي عشان كده عندها ايه سيرمول انرجي. نمبر تو اف هي ترانسفيرز تو الاول تنبريتر اوبجيت. لو الحرارة تنتقل عندنا لدرجة حرارة الشيء المنخفض اتس مالكلوز وال بيقول الجزيئات وال ايه لو الحرارة هتنتقل للشيء اللي بيكون اقل في درجة حرارة. فبالتالي الجزيئات طبعا هتتحرك اسرع لاني عندنا او دي بتتحرك عندنا لانه عندنا لما تدي له حرارة. فبالتالي دي هتتحرك بسرعة. نمبر سري. هي ترانسفيرز فروم نقاط اوبجيك تو نقاط اوبجيك. طبعا الحرارة بتنتقل عندنا من الهاتر اوبجيك تو كولر اوبجيك. من الشيء قلنا السخن للشيء البارد. اه نمبر فور. زي هاندل اف ان المقبض بيقول للمكوى الكهربائية. بتكون مصنوعة من ايه? هقول مصنوعة من من المواد اللي بتكون عزلة حرارية. طيب بيقول كل من التالي من خصائص الحرارة. معادة ايه? هقول له معادة ايت فلوز. فروم اكولر اوبجيك تو اهوتر اوبجيك. الحرارة عندنا ما تنتقلش من الشيء البارد للسخن. قلنا من الهاتر تو كولر. تمام? اف يو ستاند اون هوت ساند. لو افت على بيقول لك رملة سخنة. اين بير فيد. بقدميك او حافي القدمين يعني. يو وال فيل ذا هوتنس اف زي ساند. هتشعر بالحرارة بتاعة الرملة. بيكاز. ليه هتشعر بالحرارة? اكيد عندنا لاني هقول هيت الحرارة بتنتقل من فين? هتنتقل من الساند لان الساند هي السخنة لرجليك. تمام? لان احنا قلنا الحرارة بتنتقل من فين? من الهاتر اوبجيك تو كولر اوبجيك. فبالتالي عندنا الساند هو اللي سخن. هينتقل ليور لجز. نامبر سيفن. اف يو هولد ان ايس كيوب. لو انت مسكت بيقول لك مكعب تلقي ايني يور هاند. في ايدك. ويتش اوف زفولون بيقول اي واحدة فضول صحيحة. هحل على طول. هقول ان الجزئة بتاعة التالجة هتتحرك ايه? هتتحرك بسرعة. لاني عندنا ايديك بتكون دافية. فبالتالي هي هتسيح. فبالتالي هي كان نسلط وتتحرك عندنا سلولي. لما تروح ليدك. ايدك فيها فيها حرارة او فيها عند بتاقي حرارية. فبالتالي هتسيح من في ايدك. تمام? تعالوا هنا. بيقول اول حاجة بلاستيك. هختار عندنا ان بلاستيك بيستخدم في المقبى بتاع المكوى الكهربائية. فهنا بيه. اللي بعده بيقول المعدن بيكون عندنا موصل حراري. فبالتالي هنا سيم. هات الحرارة هختار عندنا مكون ضروري للحياة على الارض. فهي عندنا ايه? عندنا ايه? تمام? تعالوا معايا كده نشوف اللي بعده. هنا عندنا بيقول لما عندنا الاشياء بيكون لها نفس ضرورة الحرارة بتلامس بعضيها. انتقال الحرارة بيحصل لأ. لازم عندنا الشئين يكونوا في يكونوا عندنا مختلفين في ضرورة الحرارة عشان يحصل عندنا والسؤال ده مهم جدا. الحرارة بتنتقل بين الشئ البالد للشئ السخن هقوله ها فولس انه عن الهوتر تو كولر. المالكولوس بيقول بتاعة الهوتر اوبجيكت موف سلور ها هكمل عندنا الجزيئات الشئ السخن تتحرك عندنا سلور. لا اطبعا. هقول فاستور زان عن الكولر. هنا بيقول طبعا هقوله فولس. التوصيل الحراري بيكون عندنا جيد للتوصيل الحرارة اه طبعا تروم. البلاستيك بيقاوم انتقال آه طبعا هقوله تروم. آآ آآ اين الكتريك ايرن هيت ترانسفيرز فروم كلاس تو ايرن. بيقول في المكوى الحرب تنتقل من من عندنا من القماش للآين. لا طبعا هقوله فولس. الحرارة بتنتقل بين شيئين بيكون لهم نفس درجة الحرارة. هقول له فولس. لان احنا قلنا فوق ايه? قلنا ديفرنت. هنا بيقول اني التاقة الحرارية بيقول اللي يتطبط بيه المجموع الكل والتاقة الحركية للمائلية عندنا المادة لجزيئات المادة يعني. والزرات. هقول له ترو. اه جزيئات او الساخن دايما بتحركوا اه طبعا عندنا برضو بتحرك كله بتحرك. لكن فيه بتحرك عندنا وفيه اللي بتحرك عندنا وفيه اللي بتحرك فالمهم عندنا الكل اللي بتحرك. هنا بيقول ايه? بيقول دي المواد اللي بتسمح للطاقة الحرارية ان هي تنتقل من خلالها قلنا ده اسمه المواد المواصلة. طيب الماتريالز اللي بتعمل يبقى دي اسمها المواد العزلة. طيب المواد بيقول اللي هي العزلة حرية اللي بتستخدم في صناعة الايدين بتاعة المكوى. ده هي ايه? عندنا البلاستيك. بيقول المواد المواد المواصلة الحرارية اللي بتستخدم علشان تعمل الجوز السفلي اللي من تحت بتاع المكوى. المكوى عندنا من تحت اللي بنستخدمه عشان ايكم بالمنابس عندنا طبعا ايرن اللي هو الحديد. تمام? هنا complete. بيقول when object with different temperature come in contact with each other. نقط transfer takes place. لما الاشياء اللي حارتها بتكون مختلفة. بتتلامس مع بعضيها. بيحصل ايه عندنا ايه اللي بينتقل? عندنا هي طبعا الحرارة. number two heat transfer from object. الحرارة تنتقل من الشيء ايه? هقول الشيء اللي بيكون هاير. الشيء اللي بيكون عالي ليه ال object اللي بيكون عندنا lower. اللي بيكون منخفض. if you hold a cup of cold water. لو مسكت كوباية بيكون فيها مية بردة. هي transfer from. اللي حتنتقل من فين? هتنتقل طبعا من hand. من ايدك ما انت اللي مسكها. هتروح لكوب للكوباية. مالكولز اوف وورمار موتر موف. الجزئة رفية. موف. بتحرك ايه عن الكولر? بتحرك طبعا فاستر. يعني اسرع. وين اكاتس تانس? لما قدتك تقف على السيارة في يوم مشمس. اتس لج. اتس لجز. رجليها. بيقول عندنا ابسورب. هتمتص ايه? هقول هتمتص سيرمول انرجي. يعني طاقة حرارية. تمام? هنا عندنا بيقول في نوعين من المواد. تبقى لي القدرة على انتقال الحرارة. اسمها ايه? عندنا اسمها سيرمول كوندكتور. مواد موصلة. والتانية اسمها سيرمول انسياتور. مواد عازلة. بعد كده سيف. زهاندل اف ان الكتريك ايرن. بي بي ميد اف الايدي بتاعت المكوى. هتكون مصنوعة من ايه? مصنوعة من البلاستيك. بينما بيقول الجزء اللي من تحت هيكون مصنوع من ايه? هصنوع من الايرن. تمام? وهنا قلنا بلاستيك. السؤال هي اللي بعده. زهاندل اف كوكينج بوت ماست بي ميد اوف سيرمول. ايدين اللي هي الحلة. مفوض تكون مصنوعة من ايه? هقول انسياتور ماتيريالز. مواد عزلة. طيب سيرمول انرجي ريليتس. عندنا الطاقة الحرارية بترتبط بيت اتوطل سام اوف زه نقط انرجي. هقول عندنا كينتيك انرجي بي الطاقة الحركية للمواد. نقط اتونز و ايه? تمام? تعالوا هنا بيقول جيف ريزن فور. بيقول ليه? المكوى مصنوع من البلاستيك. هقال بيكاز بلاستيك لان البلاستيك بيكون مواد من المواد العزلة اللي ما بتسمحش الحرارة لان هي تنتقل من خلالهم. طيب بيقول لك ليه? ليه بيكون مصنوع من الايرن? هقول له عندنا بيكاز. لانه موصل للحرارة. طيب. انت بتشعر بالحرارة. لان تشعر بالحرارة ما بتلمس معلقة بتكون مصنوعة من المعدر. حطتها في كوباية سخنة. لاني عندنا لانها بتكون اعلى من ايديك. تمام? لاندرات الحارة بتاعتها بتكون اعلى من ايديك. طب ايه اللي هيحصل بيقول لك ليه? موفمينت اوف الليزارد سكن. وين ات ايه اللي هيحصل لجزيئات او لحركة الجزيئة بتاعت السحلية. اللي هي الجلد التاحة يعني. لما بيقف على الصخر. زي ان هي تتحرك ايه? اسرع. تمام? طيب تعالوا معايا هنا. بيقول ايه? في الشكل ده. الحرارة تنتقل من فين? عندنا في الشكل ده. عندنا فيه الهط. وبعدين عندنا يبقى الحرارة تنتقل من الهط. لمين? طيب في فجر عندنا الجزيئة بتاعت الشيء البارد. هتتحرك عندنا ايه? طالما عندنا هي بارد. هتتحرك ايه? بيقول لك عن الجزيئات المادة السخنة. عندنا تتحرك طبعا يعني ابطأ من اللي هي السخنة. طيب هنا عندنا بيقول لك انظر ليه الشكل ده. في في اي واحد الايدين هتشعر فيها بالحرارة. هنا عندنا وعندنا اللي هتشعر فيها بالحرارة اللي هي دي اللي عندنا فيها فهقول له ايه? تمام? طيب ليه عندنا ادي اجابة ليه? بيقول لك ممكن يجيلك سماء في الامتحان. يقول لك تشعر بالحرارة ليه? هقول له لانه موصل عندنا الحرارة لانه بيصبح الحرارة انه ينتقل من خلالها. تمام? تعالوا معايا نشوف اللي بعده. تعالوا نحل مع بعد اكسرسايز نمبر تو. بيقول نمبر وان. بيقول عندنا متوسط الحرارة بيكون تقريبا ايه? اخطر عندنا بيكون اكوال. مساوي لفينال تيمبراتر عندنا كانت توازن حلالي فبيكون عندنا ايه? اكوال تو. نمبر سري بيقول بيقول الدرجة الحرارة النهائية ليه خلطين مع بعض. لكن ليهم درجات حرارة بتكون مختلفة. بتكون اقل في ايه? بعد خلط بيقول مادتين بدرجات حرارة بتكون مختلفة. بيقول عندنا الجزيئات الباردة ما لها? هقول هتتحرك عندنا بسرعة. بعد ما اخلط مادتين بيكون فيهم درجات حرارة مختلفة. الجزيئات المية البردة دي هحصل لها ايه? ما هي اختطت عندنا مية سخنة. فبالتالي حياتها هترتفع. فبالتالي الماركلس دي هتتحرك ايه? عندنا اسرع. اللي بعده بيقول هنا في الشكل ده اللي قدامكم. بيقول لو بعض الطاقة الحرارية انتقلت بيقول للقب. للفنجان ده. يبقى ذا فاينال تيمبيرتر اوف زيس ميكشتر والبي زي افريج تيمبيرتر. لك لو بعض الطاقة الحرارية للخليط انتقلت للكوباية. تمام? الدرجة النهائية للخليط. هتكون ايه? بالنسبة للمتوسط الحرارة. هتكون للزان. هتكون اقل من المتوسط. طيب. بيقول هنا. بيقول عندما انتقال الحرارة بتوقف بين شيئين? يعني لما بيوصلوني نفس درجة الحرارة. فده اسمه يعني التوازن الحراري. دي واحدة قياس الحرارة قلنا اسمها لما احنا بنضرب كده على قطعة معدنية عدة مرات بالشاكوش. ده هيكون هيسبب ايه? هيسبب طبعا ان ان جزيئات المعدة تتحرك بصرع ليه? انا عندي دلوقتي قطعة معدنية. وقادي عندي شاكوش ده في ايدي. ببدأ ان انا قعد اخبط اخبط كده على الشاكوش. هيخصر ايه? عندنا بتاعته الحرارة بتاعته عندنا هيحصل لها هزداد. فلما حصل لها فبالتالي عندنا دي الجزيئات بتاعته مالها موف فاستر. هتتحرك يعني اسرع. سؤال نمبر ناين. لما بنسخن المادة نقطة نقطة. لما بنسخن المادة عطول عندنا نكيتك انا دي الجزي بتاعتها هيحصل لها ايه? هيحصل لها يعني هتستاد. تمام? طيب. يقول لما احنا بنخلط المادتين المادتين دول بيكونوا حرارتهم مختلفة. فبالتالي متوسط الحرارة هيكون بيقول اقل من اقل من النهائية او درجة النهائية. اقول له اجابة فولس لاني هنقول عندنا مش هقول طيب. اللي بعده اللي بعده بعد خلط المادتين بعد خلط المادتين بيقول بدرجات حرارة بتكون مختلفة. جزيئات بيقول ان هي تتحرك للمادة البردة بتكون هتتحرك ابطأ. لا طبعا نخلط المادتين مع بعض. وزيئات المادة البردة دي هتدفع. هتتسخن شوية. فبالتالي عندنا بي كامز فاستر. هتتحرك يعني اسرع. فبالتالي هقول له اجابة فولس. الدرجة النهائية لمادتين مختلطين بدرجات حرارة مختلفة بتكون عندنا بين درجات الحرارة السخنة والبردة. هقول له true. طيب نعمبر فول بيقول او درجات الحرارة بتاعت المادة السخنة بتزداد يعني بعد ما تخلطها بميا برضة او بعد ما تخلطها بمادة بردة هقول له فالس. ان درجة درجة تحرارة المادة السخنة بتزداد بعد خلطها ميا برضة او بخلطها مادة برضة. عندنا كوبية شاي سخنة. كوبات الشاي السخنة دي. حطت عليها بردة. او حطت عليها كوبات شاي تانية مسلا عندنا بتكون درجة حالتها مختلفة تكون بردة مسلا. هل عندنا دي درجة حالتها هتزداد? لا طبعا هيحصل لها دي كريس هتقل. فبتقل هيقول له دي اجابة فولس. لما بتحط بعض من المية البردة. احي تحط مية بردة لشاي سخن. بيقول لك عندنا جزيئات. هتحرك ببطءة طبعا ليه? لانها عندنا هتقل. تمام درجة حالتها هتقل. لما الطاقة الحركية بتاعت الجزيئات بتقل. زي يعني بيقول لك ان هي بتهتز ببطء او تحرك يعني بطء هقول له true. يعني الحراب تقوز بالكالوري هقول له true. معناها يعني ان الشيء في التلامس بيوصل لنفس درجة الحرابة. هقول له true. بعدين معي هنا بيقول بيقول اللي بيحصل عندما يعني توقف انتقال الحرابة بين شيئين. فبيوصل عندنا لنفس درجة الحرارة اسمها هنكتبها هنا. وحدة قياس عندنا الحرارة اسمها ايه? اسمها تمام? اللي بعده عندنا هنا بيقول complete. لما بتخلط بيقول لك مادتين. بدرجات حرارة مختلفة. بيقول لك عندنا الدرجة النهائية للتوازن الحرارة. طبعا ما قلنا عندنا الكلمة دي يبقى لازم هيكونوا ايه? هيكونوا يعني متساوين. الجزيئات المادة البردة. بتتحرك ايه? عندنا كوباية مية بردة. خلاص بردة يعني جزيئاتها بتحرك عندنا طب لما اجي اضف لها حاجة سخنة اي سائل عندنا سخن فبالتالي عندنا حرتها بترتفع. فبالتالي عندنا المالكولوس دي هتتحرك ايه? هقول عندنا هتتحرك يعني اسرع. طيب الدرجة النهائية لمادتين عندنا مختلطين بحرارة بتكون مختلفة بين عندنا ايه? بين عندنا بتكون مادة سخنة بحط هنا عندنا هتر مية سخنة يعني وعندنا هنا ايه? يعني مية بردة. تعال نشوف اللي بعد. عند خلط بيقول مادتين بدرجات حرارة مختلفة. هما بيوصلوا لنفس درجة الحرارة. بيقول ات. هقوله طبعا اللي هو عندنا التوازن الحلالي. تمام? طب تعالوا معايا في جيف ريزون فور. بيقول لك ليه? sometimes the final temperature of mixture of two substances with different temperatures is less than their average temperature. ليه بعض الاوقات? بيقول لك بعض الاوقات. ليه الدرجة النهائية للخليط? ليه درجات حرارة مختلفة? بتكون قلة عن المتوسط? هقول له لاني عندنا because of thermal energy transfers to the air or to the container. لان بعض من الطاقة الحرارية بتنتقل للهوى او للوعاء. انا دلوقتي قلتلك بحط مادة بخلطها معادة تانية. وبستنى شوية كده عندنا دقيقة او دقتين. تمام? وحاتسابها. فهي هتكون معرضة للهوى. فبالتالي عندنا هيحصل لها ايه? عندنا درجة حياتها هتكون less than. الدرجة النهائية هتكون قل من the average temperature. number two بيقول heat transfer stops after a while between two mixed substances with different temperature. ليه انتقال الحرارة بتوقف يعني لفترة بين او عندها يعني خلط بيقول مادتين بدرجات حرارة مختلفة. لاني عندنا هقوله because two substances reach to the same temperature at thermal equilibrium. بيقول لاني عندنا المادتين حيوصلوا لنفس درجة الحرارة في التوازن الحراري. طيب number three بيقول after mixing two substances with different temperature. the مالكولوز of the hotter substance move slower. بعد خلط مادتين بدرجات حرارة مختلفة. الجزيئات بتاعت المادة السخنة بتحرك بيقولك slower بتحرك عندنا بطء. لاني عندنا because after mixing the molecules temperature of hotter substance decreases. لاني بعت الخلط جزيئات بتاعت درجة الحرارة المادة السخنة بيحصل لها decrease. يعني بتقلم. طيب بيقولك the vibration of molecules a matter increases when when it becomes warmer. ليه اتداز الجزيئات للمادة بيزداد لما بتصبح عندنا warmer. بتصبح دفئة. دفئة يعني هقوله because the kinetic of energy of its molecules increases. لاني الجزيئات لاني الطاقة الحركية للجزيئات بتزداد. فبالتالي so there vibration increases. فبالتالي عندنا الاعتزاز بيزداد. طيب ليه عندنا اللي بعده بيقول what happen if. ايه اللي هيحصل للمالكولوز movement of a hotter substance after mixing it with a cooler substance. ايه اللي هيحصل للجزيئات. لحركة الجزيئات المادة السخنة. بعد ما بنخرطها عندنا مادة بردة. يبقى هطول هيحصل اني the movement of macros. حركة الجزيئات of the hotter substance. مالها becomes slower after mixing. بيصبح ابطء بعض الخلطة. طيب the heat transfer when thermal equilibrium takes place between a hot and a cold object. بيقول انتقال حرارة في التوازن الحراري بيحصل بين بيقول بيقول عندنا بين الشيء الهط والشيء البارد. يبقى عندنا هيحصل ايه? عطول احنا زمان بنقول ان والصعب الحرارة حتى توقف. طيب number three بيقول لك the kinetic energy of markers of a matter when it becomes warmer. الطاقة العراكية لجزيئات المادة عندما بتصبح تفقى يبقى عطول هقول له the kinetic energy will increase. يعني هتزداد. طب ايه اللي هيحصل the temperature of piece of metal when you hit it several times with a hammer. هيحصل ايه? ضغط حرارة لما قطعة معدنية انت بتخبط عليها كده مرات عديدة بالهمر اللي هو اللي شكوش. يبقى عندنا هقول له the temperature of a piece of metal. هقول له well increase. يعني هتزداد. تعالوا معي في اخر سؤال. هنا اخر سؤال معي. بيقول look at the following paragraph. عاوزنا نكمل هنا. بيقول figure not represent the mixture of thermal equilibrium. شكل ايه? بيمثل خليط في التوازن الحلالي. عندنا طبعا figure tool. لانهم عندنا زي بعض. فاقول له figure two. طيب. بيقول in figure one هنا. المالكروز of substance. جزيئات المادة. بيقول لك move slower than that of the substance نقط. في figure واحد اللي هو ده. بيقول المالكروز of substance. بيقول جزيئات المادة. شايفين معي بيقول اللي بتتحرك عندنا slower than ابطأ من عندنا ايه? اكيد طبعا اللي هنا عندنا دي قلف ضغط الحرارة. دي عندنا ايتي ودي فورتي. يبقى مين اللي هتحرك عندنا slower? ابطأ من مين? اكيد اللي في بي. هيتحرك عندنا ابطأ من اللي في ايه? تمام? يبقى عندنا هختار هنا ايه? طيب في figure two اللي هو ده. بيقول عندنا مين? هنا move slower after mixing. مين اللي هيتحرك بيقول عندنا ببطء بعد الخلط. ويبينما ماركروز of substance. move faster after mixing. بيقول لك عندنا مين اللي هيتحرك اسرع بعد الخلط. اكيد ايه? ليه? لانها كارت عالية. شايفين معي لانها عندنا اصفر عالية جدا وقلت. فبالتالي هقول له هنا ايه? اما لا هتحرك اسرع بعد الخلط عندنا بي. according to figure. تبقى اللي figure بيقول one the final temperature of substance a and substance b will be between في الشكل اللي هو ده. درجة الحرارة النهائية. عندنا ما بين المادة اي? ما بين عندنا المادة بي. هتكون كام? عندنا هنا في ايتي والتانية فورتي. يبقى انا هقول له ما بين عندنا فورتي واتي. تمام? يبقى انا هختار هنا بي. طيب. ايه? عندنا بيقول ضغط الحرارة في التوازن الحراري في التوازن الحراري لمتتين مي اكوى نقط سيلجيس. هيكون كام عندنا سيلجيس. هختار عندنا شايفين معي في التوازن الحراري ده عندنا هما الاتنين زي بعض. طيب دول عندنا كام? هما الاتنين عندنا تمام? كده نكون خلصنا مع بعض حلقتنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.